سيد محمود علوش من اسطنبول أبدأ معك ما هي طبيعة الأهداف التركية في منطقة المغرب العربي؟ بداية مساء الخير لك ومساء الخير لديوفك ومشاهديك المحترمين بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كان هناك اهتمام تركي بشكل متزايد في العالم العربي على وجه التحديد سواء منطقة المشرق العربي أو منطقة المغرب العربي وهذا الاتمام كان له عدة دوافع وعدة أسباب منها أسباب سياسية بشكل مباشر وهذه الأسباب ترتكز على عقيدة جديدة في السياسة الخارجية التركية برزت بعض وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وهي ترى بأن تركيا لا يمكن أن تقوم بدور رائد في السياسة الخارجية من دون أن تلعب دور في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي على وجه العموم لأن تركيا خلال فترة قبل الحزب العدالة والتنمية كانت إلى حد ما منعزلة عن الحالة العربية وكانت اهتماماتها بالمنطقة أو بالعالم الغربي بشكل رئيسي وصولا إلى عام 2011 الذي بتقديري شكل تحول إضافي في الاندفاع التركية نحو العالم العربي انهيار الحالة العربية في عام 2011 أبرز أهمية المصالح أو ارتباط المصالح الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية لتركيا بالعالم العربي لذلك شاهدنا بعد 2011 المزيد من الانخراطة التركية في العالم العربي سواء من خلال التدخل في صراعة عسكرية بشكل مباشر أو تعزيز العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية مع الدول العربية أخرى وأنا أعتقد بأنه كان الهدف الرئيسي لتركيا هو ملء الفراغات التي نشأت بعد مرحلة 2011 لأنه لو لم تتحرك تركيا لملء هذه الفراغات فبالتأكيد هناك قوى دولية أخرى ستملأ هذه الفراغات وبالتالي سيكون هذا يشكل تهديد للمصالح التركية في المنطقة هذا هو المفهوم العام على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي كما تفضلت في مقدمة الحلقة يعني لا شك أنه لتركيا أولويات اقتصادية في المنطقة العربية على سبيل المثال فيما يتعلق في المغرب العربي تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المغرب العربي لا ينعكس فقط على حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ودول المغرب العربي بل أيضا هذه الدول تشكل بوابة لأفريقيا وبالتالي هذا الأمر يشكل فرصة جديدة للأقتصاد التركي من أجل الانفتاح أو من أجل الدخول إلى السوق الأفريقية بشكل عام وبالتالي أيضا الأبعاد الاقتصادية أبعاد مهمة هناك أبعاد عسكرية بطبيعة الحال الاهتمام التركي المتزايد بالتعاون العسكري مع دول القرى الأفريقية كما تفضلت هناك 37 مكتب عسكري لتركيا هناك اتفاقيات عسكرية موقعة مع تشاد مع نيجر مع الصومال مع تونس مع ليبيا وأيضا هناك كما تفضلت بالنسبة للجزائر هناك تعاون في مجال الطاقة وأيضا لابد من الإشارة إلى أن الجزائر وأنت أيضا أشارت في المقدمة أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لتركيا وبالتالي هذا يشير إلى أهمية الأولوية التي توليها تركيا لهذه المنطقة هذه الأبعاد السياسية والعسكرية والمصالح الجيوستراتيجية كلها شكلت دوافع لتركيا من أجل أن تهتم بالمنطقة العربية وبالمغرب العربي على وجه التحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر